بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب مع الدرس الرابع من مدى الدراسات الإسلامية للصف السادس لابتداء الفصل الدراسي الثالث قسم الفقه بعنوان الصيام مكانته وحكمه يقولي في السؤال لما نصوم لما نصوم نصوم طاعة لله عز وجل و طمعا في الثواب والجنة الأجر من الله عز وجل ما وقت ابتداء الصوم بداية شهر رمضان وقت انتهاءه نهاية شهر رمضان ما الذي يحرم علينا تناوله أثناء الصوم الطعام والشراب وأي شيء يدخل من الفم حتى الدواء وحدي يقول لي عاوزين نزود تفاصيل مثلا بداية شهر رمضان ايه قبل فجر اليوم الأول لرمضان وهنا نهاية شهر رمضان نهاية آخر ليلة نهاية آخر يوم من رمضان حتى تأتي ليلة العيد يعني دي تفاصيل اللي يحب يزود يبقى نصبط طاعة لله عز وجل طمعا في الثواب والجلة بداية شهر رمضان قبل فجر اليوم الأول نهاية شهر رمضان نهاية آخر يوم من رمضان الطعام والشراب وأي شيء يدخل عن طريق الفم ما كانت صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام شاهدت لا إله الله قام الصلاة يتا زكا صوم رمضان والركن الرابع عن أبي هريرة عن ابن عمر على شعف المسل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شاهدت لا إله الله ومحمد رسول الله وقام الصلاة ويتا زكا صوم رمضان وحج البيت كما رأينا والركن الرابع فضل السوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطياب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعام وشراب يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به عن الله الجزيق والحسنة بعشر أمثالها استلتقوا فضل الصيام من الحديث خلوف فم الصائم أطيب 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 عند الله من ريح المسك هذا أول واحدة أول شيء تمام الشيء الثاني الله يجازي الصائم جزاء جزاء يليق به الصيام لله الصيام لله من الأشياء التي تفعلها كلها لنفسك إلا الصيام لله لذلك قال أنا أجزي به تمام الله يجازي الحسنة بعشر أمثالها الله يجازي الحسنة بعشر أمثالها هذا ما جاء في الحديث بالتفصيل حكم صوم رمضان واجب والدليل قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم دلت هذه الآية على وجوب شهر رمضان كيف عرفت أنه واجب في هذه الآية قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم هنا أمر هنا فرض فمن شهد منكم الشهر فليصم هنا أمر من الله عز وجل واجب علينا فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر 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 وجوب الصيام يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم الإسلام البلوغ العقل لا يجب على مجنون البلوغ لا يجب على الصبي القدرة على الصوم فلا يجب على الكبير الذي لا يستطيع أو المريض مرض لا يرجى برؤه يعني لا يرجى شفاءه لا يجب على المجنون لا يجب على الصبي لكن اتمرن بس فضل شهر رمضان قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني المسافر يعود المريض يعود مر يصم بدل اليوم اللي يفطر فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هنا تيسير من الله وليتكمل العدة وليتكبر الله على ما هداكم نكمل العدة يعني نعود ما فاتنا إن كنا مرضى أو مسافرين نكمل الشهر ولنكبر الله على ما هدانا ونذكر ونعظمه ولعلكم تشكرون نشكر فضل الله علينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب إذن مغفرة الذنوب حديث الثاني عن أبي هريرة قال من قام رمضان يعني قيام الليل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب عن الصلاسل القيام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله سلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجلة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين يعني اتربطت في سلاسل حبست وقيدت الشياطين ويقول الملائكة إيمانا تبتعد عننا الشياطين ويقول الإنسان مستريح في طاعة الله عز وجل النية في صوم رمضان يجب أن ينوي الإنسان أنه سيصوم قبل طلوع الفجر تمام آآ أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ من خلصة الشهر رمضان أنه فيه ليلة القدر طبعا الشهر رمضان الذي أدل فيه القرآن وفي أيها أنه 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 في ليلة القدر لا يجب الصوم على الكبير الذي لا يقدر عليه صح لا يجب لا يجب لابد القدرة قال بين صيام رمضان وصيام التطاوم الحيث النية النية في صيام رمضان تجب أن تكون قبل الفجر تمام يجب أن تكون قبل الفجر المفطر النية في صيام التطوع تجوز في أي وقت قبل الفجر أو بعده بشرط عدم عدم تناول مفطر يعني ما يتناول مفطرات ويقى مثلا الظهر وقال خلاص نويت الصوم هذا اليوم لسه ما أكل تمام الرسول سوء سلم في مرة مثلا من المرات يدخل على البيت هل عندكم طعام قالوا لا قال إذن نويت الصيام يبقى لها في الصيام تجوز في أي وقت قبل الفجر أو بعده في أي وقت في أي وقت من النهار حتى لو بعد الظهر بشرط عدم تناول مفطرات يعني ما ينفعش بها مثلا أكلت بها ويقول لنا كم ما ينفعش طبعا لازم يكون لم يتناول لا أكل ولا شرب وينو الصيام في أي وقت وفي الختام لا تنسون من الدعاء والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته